شينتو هي ديانة يابانية تاريخية وتعتبر واحدة من الديانات الأصلية لليابان ترجع أصول هذه الديانة إلى القرون الوسطى في اليابان وهي تشتمل على العديد من الأساطير والتقاليد والطقوس التي ترتبط بالآلهة اليابانية والأرواح ويعتبر المفهوم الأساسي في شينتو هو الكامي وهو المكان الذي تتواجد فيه الإلهة ويعتبر كل شيء في الكون مقدس ويتم تبجيله واحترامه في شينتو وتتميز شينتو بتعدد الآلهة والتي تشتمل على الآلهة الرئيسية المعبودة في المعابد وكذلك الأرواح الأخرى التي يعتقد اليابانيون أنها تعيش في كل شيء من حولهم بما في ذلك الأشجار والصخور والأنهار والحيوانات والنباتات وحتى الأدوات المنزلية ومن المهم الإشارة إلى أن الشينتو لا تملك نظاماً واضحاً للمعتقدات والتعاليم المحددة ولا تتمتع بتنظيم هرمي مثل الديانات الأخرى بدلاً من ذلك تميل الديانة إلى التركيز على الشعور بالانتماء والتقدير للطبيعة والأرواح والإلهة والتقاليد اليابانية ويجتمل العبادة في شينتو على العديد من الطقوس والاحتفالات والمناسبات الدينية التي تتمثل في إقامة المعابد والشرائع والصلاة والتطوع وتقديم العروض والتطحيات للإلهة ومن أهم الآلهة في شينتو الإلهة أماتيرسو التي تعتبر آلهة الشمس والأرض والجنة والأسرة الملكية وكذلك الإله سوسانو نو ميكوتو الذي يعتبر إلها العواصف والرعد والبرق يمتلك شينتو أيضاً مفهوم الكاميكوتو والذي يشير إلى الأرواح الخفية التي تمثل أسمى جوانب الإلهة ويعتقد أن الكاميكوتو يمكن أن يسكن أي شيء من الأشياء الحيوية وغير الحيوية بما في ذلك الأشخاص والأحياء والكائنات غير الحية وفي العصر الحديث يشتمل الدين الشينتو على مجموعة متنوعة من الفروع والمذاهب الفرعية وقد يتم دمج بعض التقاليد والمعتقدات البوذية والشامانية في الديانة ولا يزال الشينتو يلعب دوراً مهماً في الثقافة والحياة الدينية للشعب الياباني ترجمة نانسي قنقر